السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أسمهان صاحبة الصوت العزب هي قصارة السماء صوت من الأمر موهبتها أبهرت المستمعين في مصر والعالم العربي ولدت في الماء وانتهت حياتها الماء سوية في الماء عاشت أسمهان حياء وسيارة وماتت في عمر الظهور وبرغم قصر عمرها إلا أنها عاشت وتمتعت بالدنيا لحد السمالة ميلادها كانت مليانة بالأحداث المسيرة الدرامية اللي لحد دلوقتي شغل تفكير محبيها هنتعرف على أسرار في حياة أسمهان بداية من ميلادها مرورا بما مرت به من أحداث في حياتها وزواجها وأعمالها الفنية وعلاقتها بالفنانين إلى أن ماتت وحنتعرف على قصة وفاتها هنعرف كل التفاصيل دي بس من فضلكم ريت تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على رمز الجراز ولايك ولدت إيميلي إسماعيل الأطرش في نوفمبر يوم الجمعة في عرض البحر في إحدى البواخر اليونانية الهاربة من تركيا حيث أن والدها كان أحد زعماء جبل الدروس في سوريا وسيب سوريا هو وأولاده ومراته وراحوا تركيا واستقروا هناك حيث يعمل والدهم ولكن اشتدت الحرب بين تركيا واليونان وأمرت السلطات التركية بمغادرة الأجانب إسطنبول استقلوا السفينة هروبا من الخطر اللي واجهوا في تركيا بسبب الحرب وولدتها هي الأميرة والمطربة علياء المنزر إسماهان كانت صاحبة شخصية غريبة الأطوار جدا ومتقلبة وأحيانا إزدواجية حيث أنها أحيانا تصلي وتصوم وتذهب للمساجد وأحيانا تذهب للكنيسة وتوقض الشموع وأحيانا كانت بتأكل بشارها وأحيانا أخرى كانت بتمتنع عن الطعام كانت أسماهان مبزرة جدا كانت بتصرف النقود وبتصرف آلاف الجنيهات وتستلف من أصدقائها علشان تاخد تاكسي عشان يروحها بتها الغريبة بقى إنها كانت بتسكر وبتلعب الأمار لحد الفجر وبتيجي تصلي وبتتعبد من الدهر للعيشة على الرغم من إنها كانت بتقوم بأعمال محرمة من سكر وأمار ورأس وارتداء الملاهي على الرغم من كده إلا إن أسماهان كانت نفسها طيبة ونقية تقبل بعض عن الله لأنها كل ما تعمل المحرمات كانت بترجع إلى الله أما بقى بالنسبة لبدايتها الفنية فإنها كانت محظوظة جدا حيث أنها كانت مشهورة على الرغم من صغر سنها فكانت بتحرص على مساعدة أخيها فريد الأطرش وبتشركه في حفلتها وبتغني كمان من ألحانه لأنه كان بيعاني من بدايته من عدم الشهرة وسوء الحظ فأسماهان كانت بتغني في بدايتها الأم جلسوم وكانت أسماهان صاحبة ذاكرها قوية تتسع لكل أغنية وكل لحن كانت بتسمعه أول من اكتشفها هو المغني الكبير الشيخ الكفيف محمود صبح اللي كان عندهم في البيت واسمعها وهي بتغني أغنية لأم جلسوم انبهر جدا بيها ومن هنا بدأت الأسرة في التفكير في مشوارها الفني فاحتكموا للملحن داود حسني اللي شجعها على المضيف مشوارها الفني وأطلق عليها اسم أسماهان فقامت مجموعة من كبار الملحنين والمطربين يعلموا أسماهان أصول الغنى والمأمات الغنائية فعلمها الشيخ زكريا أحمد الزيت غني صح وعلمها الأصبجي المأمات أما فريد غصن فعلمها الأغاني التراثية والموشحات علشان تاخد خبرة وتتعلم أكتر فاجتماع هؤلاء العملقة بتعليم أسماهان وتبني موهبتها الفنية دليل على أنها صاحبة صوت قوي وجميل لا مثيلة له أسماهان كانت بتحبه مكلسوم جدا والغريب أن أسماهان ما كانتش بتحب تغني في حفلات نسائية لازم يكون فيه رجالة علشان تحس بقوة مركزها وإعجاب الرجال بيها لأن النساء مهما أعجبوا بيها فده شيء عادي بالنسبة لها أما أخوها فوقات بقى فكان معارض دخولها الفن بشدة وخصوصا بقى بسبب ملاحقة الرجال لها بسبب جمالها وحلاوة صوتها ومن أشهر أغاني أسماهان يا طيور وليالي الأنس وقهوة وإمتها تعرف وعليك صلاة الله وسلامه ويا حبيبي تعالى لحقني شوف اللي جرالي تغنت أسماهان لكبار الملحنين زي الأصبجي وعبد الوهاب ولكن أكتر أغانيها كانت من ألحان فريد الأطرش أخوها أما بقى عن أولى أفلام أسماهان فهو فيلم انتصار الشباب مع فريد الأطرش ومجموعة كبيرة من النجوم والفيلم مستوحى من قصة حياتهم الحقيقية نجح الفيلم نجاح كبير جدا حقق نجاح أكتر مما كان متوقع عرض في السينما ستة أو سبعة أسابيع بإقبال جماهير شديد وكان الفيلم من إخراج أحمد بدرخان كان أجرى أسماهان وفريد الأطرش في فيلم انتصار الشباب 3000 جنيه منصفة بينهم وبعد نجاح الفيلم وقع يوسف بي وهبي عقد احتكار مع أسماهان 3 أفلام مقابل 40 ألف جنيه وفيلا فخمة في الهرم ولكن يشاء القدر إنها ما تمثلش غير فيلم غرام وانتقم وكمان ما تكملهوش وكان أجرها في الفيلم 12 ألف جنيه ويوسف بيك وهبي كان بيروي قصة وفاتها أثناء تصوير الفيلم جالها دعوة من صديقتها بقضاء العطلة في راس البر وعلى الرغم من محاولاته اقنعها بعدم الصفر هو وزوجته إلا أنها رفضت بشدة وكأنها كانت مستعجلة على أضاها وشبههم يوسف وهبي بملايكة الموت اللي مستعجلينها علشان تموت والغريبة بقى إنهم مركبوش معاها العربية وتوفت أسمهان هي وصديقتها اللي كانت ملازمها في العربية ونجا صائق السيارة وبازل يوسف بيك وهبي جهد كبير جدا لتغيير نهاية الفيلم من نهاية سعيدة لنهاية حزينة واستعانت بجثمانها في آخر الفيلم لأنه ليس من اللائق أن تكون النهاية سعيدة والبطلة توفت قبل استكمال الفيلم بازل يوسف وهبي مجهود كبير جدا علشان يلاقي بديلة لأسمهان علشان تقوم بدرها من بعيد وفعلا كملت المشاهد من بعيد ممثلة تشبه أسمهان في الجسم وفي الشكل إلى حد ما اسمها ديانة توفيق كملت ديانة توفيق المشاهد النقصة لأسمهان ولكنها تزدت بعد استكمال الفيلم مباشرة واستمر عرض الفيلم حوالي 1112 يوم في كل يوم أربع حفلات وحضر الفيلم الملك فاروق وكرم يوسف وهبي ومنحه البكوية أما بالنسبة لزيجات أسمهان فهي تجوزت أربع مرات الأولى كانت من نصيب ابن عمها حسن الأطرش وأنجبت منه ولدين وتوفوا وهم لسه صغار وبعد كده أنجبت بنتها الوحيدة كاميليا تركت أسمهان الفن وهي متجوزة لمدة 3 سنوات ولكنها بعد هذه الفترة حنت للفن ودبت الخلفات بينها وبين زوجها وتمت طلاق بعد أربع سنوات وعدت أسمهان لحياتها الطبيعية حياة الطرف والرفاهية والملاهي والرأس والشرب وتجوزت بعد كده لتاني مرة من المخرج أحمد بدرخان بعد قصة حب نشأت خلل تصوير في المنتصار الشباب والزواج ده لم يدم غير شهر ونص بس لأن أسمهان كانت لا تميل إلى الحياة الاستقرار والحياة الأسرية على العكس تمام من أحمد بدرخان اللي كان بيحب الجو الأسري فضلت أسمهان تسهر وتسكر وترقص وتمت طلاق أما الزيجة الثالثة فكانت من نصيب الفنن المغمور فايد محمد فايد اللي كان عضو فرقة يوسف وهبي فكان زوجهم شكلي بس واستمر 25 يوم علشان تقدر أسمهان تحصل على الإقامة لأنها متزوجة من رجل مصري وهي أجنبية أما الزيجة الأخيرة والربعة فكانت من نصيب الإزاعي والفنان والطيار أحمد سالم وكان أول لقاء بينهم في فلسطين كان أحمد سالم بيعشق أسمهان بيحبها لدرجة حب كبيرة جدا كان من كتر حبه هي بتتخنق منه وكانت بتحس بالقيود أثناء جوازها منه وهي دايما بتدور على الحرية بتحب الحرية والرفاهية وبتحب الصهر الكتير حاول أحمد سالم يقتلها حيث أنها كانت كتير تتأخر والصهر خارج المنزل ولما سأل في إحدى المرات وهي رجع من بره أنت كنت فين قالت له أنها كانت عند إحدى صديقتها ولكن أحمد سالم من قبلها كان سائل صديقتها ديوم اتصل بيها قالت له أنها ما تعرفش عنها حاجة أحمد سالم كان بيشك أن أسمهان على العلاقة بأحمد حسنين باشا وتكررت صهرات أسمهان وتأخرها خارج البيت وفي مرة رجعت متأخرة من صهرتها لقيت أحمد سالم سكران ويشارب إزاستين خمرة طلع المسدس من جيبه وصوب عليها ولكنه أخطأ التصويب وطلبت أسمهان البوليس ونجت من محاولة قتلها ويقال أن أسمهان حاولت الانتحار مرتين محاولتين فاشلتين علشان ما ترجعش الإبنة عمها وزوجها الأول حسن الأطرش لجبل الدروس أما بقى على التقوس اللي كانت أسمهان بتحرص عليها قبل ما تموت فكانت حريصة على زيارة الكنائس والجوامع على حد السواء لأنها كانت بتعتبر أن دي أماكن عبادة وكلها بيوت من أجل عبادة الله وكانت بتزور المقابر وبتاخد معها بقات ورد وبتحطها قدام القبور وكانت بتشعر بالراحة لزيارتها وكانت دايما بتحس أنها في رابط بينها وبين أصحاب هذه الأماكن ووصلت قبل وفاتها أنها تطفن بمصر ولو ماتت حتى في أي مكان بالعالم أما عن النبوءة اللي تسببت ليها بالإكتائب واللي أعلقته لحياتها وتحققت إنها راحت لعرف شاف لها الكف فقال لها إنها هتبقى مشهورة وحتحكم شعب وهتجيب ثلاث أطفال مش هيعيش منهم غير واحدة بس وفعلاً اتحققت النبوءة وقال لها العرف ستموتين في الماء في ريعين الشباب وده أثر عليها أثر سيء جداً وعيشت في قلق وهمت والحياتها لحد ما ماتت غرقانة أنا